بسم الله الرحيم والصلاة والسلام وعبوث الرحمة العالمين مع كنز جديد عظيم من كنوس السنة لأعلم وأكثر الناس عن إبراهيم بن عبيد هذا الحديث رواه ابن حجر رحمه الله في المطالب العالية عن إبراهيم بن عبيد بن رفاعة رحمه الله قال دخلت على جابر بن عبد الله بمكة فوجدته يصلي جالسا فذكر الحديث قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما صلى رجل العتمة في جماعة ثم صلى بعدها ما بدى له ثم أوطر قبل أن ينام إلا كان له تلك الليلة إلا كان تلك الليلة كأنه لقي ليلة القدر إلا كان تلك الليلة كأنه لقي ليلة القدر يعني كأنه أصاب ليلة القدر أو أصاب ثواب ليلة القدر فمس في شروط صلاة العشاء في جماعة تصلي القيام الليل بعد صلاة العشاء ثم توتر قبل أن تنام لو عملت الثلاث حاجات دول كأنك أدرقت ليلة القدر لو حافظت على الثلاث حاجات دول كل يوم تحصل صواب ليلة القدر كل يوم صواب عظيم جدا صواب عظيم جدا صلاة العشاء في جماعة طب الحديث ده فيها حديث ثاني بتصحه كثير جدا الحديث الصحيح الموقوف على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء في جماعة ثم صلى أربعا قبل أن يخرج من المسجد كنا بعد لهن من ليلة القدر يعني كأنه صلى الأربعة دول ليلة القدر يعني كتب له قيام أربع رقعات في ليلة القدر هذا الحديث روي عن عبد الله بن عمر عبد الله بن مسعود من صلى أربعا بعد العشاء لم يتكلم بينهن كنا بعد لهن من ليلة القدر وعن السيدة عشاء كل هذا بسنة صحيح من صلى أربعا بعد العشاء لم يتكلم كنا بمثلهن من ليلة القدر وفي حديث آخر من صلى بين الصبح والظهر فكاننا ما صلى بعد العشاء ومن صلى بعد العشاء فكاننا فكاننا ما قام ليلة القطر فيبقى أنت لو حفزت على صلاة العتمة أو صلاة العشاء في المسجد ثم أقامت الليل بأن ربنا يرسره لك الرسولي ما اشتركش عدد معاهم من الرقعات بأن ربنا يرسره لك من قيام الليل ثالث حاجة صال رقعة الواتر مراكبة الواتر مهمة جدا تحصل ثواب ليلة القادر في كل ليلة فده تحفيز وإنذار للناس اللي بتتهاون بصلاة العشاء في الجامعة يجي يجي يتعبان من روش يصلي العشاء في الجامعة بيخسر صواب عظيم جدا جدا سندم وسأبكي عليه داما يوم القيامة سيبكي أقسم الله عظيم قسم وحسب عنه يوم القيامة الذي يضيع صلاة العشاء في المسجد أو صلاة الفجر في المسجد سيبكي داما يوم القيامة عن الثواب العظيم طبعا الفجر له وضع تاني والرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث أثقل الصلاة على المنافقين العشاء والفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولقد همنتوا أن آمروا بالصلاة فتقام ثم آمروا رجلا ليصلي بالناس ثم آمروا بحاطم فيحطب ثم أنطلقوا مع رجالهم معهم حزم من نار وخالفوا الأقوام اللي يشهدون الصلاة في جماعة فأحرق عليهم بيوتهم يعني يصحي صلي الفجر جنب السنو وينام أنا أشك أنه يأخذ هذا السواب لأنه بيتهاون بالأذان ولأنه في قلبه نفاق الرسول قال لي بيستسقل يصلي العشاء في الجامعة ويستسقل يصلي الفجر في الجامعة وهو بيسمع الأذان ويتهاون ويستخف ويستهزم الأذان ويصلي الفجر جنب السرير وينام تاني ده في قلبه نفاق لأنه لو حد قاله حديك مئة ألف جنيه تعال الجامعة حديك حيجري لكن ربنا بينادي عليه بالأذان وما بيروحش إذن هو يوقر مخلوقا ولا يوقر رب العالمي سبحانه وتعالى زي قال الله عليه الصلاة في الحديث أثقل الصلاة على المنافقين دي علامة نفاق الإشاء والفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولا حد